تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفراقيا أما تركيا فتحتل المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022 أي أنها أصبحت وجهة رئيسية للصادرات المصرية غير نطية فيما جاءت في المركز الثامن كأكبر الدول المصادرة لمصر العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تنقطع يوما ولم تغيم عليها أي سحابات صيف فمنذ العقد الماضي والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين في تزايد رغبة منهما في الاستفادة اقتصاديا من إمكانات بعضهم البعض فمصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا أما تركيا فتحتل المركز الأول في قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال عام 2022 أي أنها أصبحت وجهة رئيسية للصادرات المصرية غير النفطية فيما جاءت في المركز السامن كأكبر الدول المصادرة لمصر وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العام الماضي نحو 3.78 مليار دولار فيما سجلت الواردات المصرية حوالي 3.18 مليار دولار ويسعى البلدان للنهوض بحجم التجارة الصنائية من 10 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون خمس سنوات ورسوخاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ساهمت اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها القاهرة وأنقرة عام 2005 ليس فقط في زيادة الحجم الإجمالي للتجارة في حسب بل أدت إلى حدوث تغيرات في هيكل التبادلات التجارية بين البلدين حيث زاد المكون الصناعي في التبادلات التجارية بين الدولتين مقابل المواد الخام فأصبحت التجارة السلعية بين الدولتين تتركز في الحديد والصلب والوقود والزيوت المعدنية إضافة إلى المنتجات الكيميائية غير العضوية واللداء ومصنوعاتها علاوة على السيارات والدراجات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزجاج والملابس فيما توجد رغبة للشركات التركية في زيادة استثماراتها في مصر وعقد مزيد من الاتفاقات التجارية مع نظيراتها المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والخدمية الواعدة للبلدين على مستوى نمو الصادرات وخلق فرص عمل ومنها مشروعات جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات والكيمويات وتصنيع الأجهزة المنزلية وقطاع السياحة ورغبة من القاهرة في استثمار التوجه التركي لزيادة استثماراته في مصر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في منتصف فبراير من العام الماضي اجتماعاً مع وفد من ممثل شركات تركية هو الأول من نوعه منذ عشر سنوات أبدى فيه الجانب التركي رغبته في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية لينتج عن الاجتماع إعلان من وفد رجال الأعمال التركية عن ضخ استثمارات جديدة تبلغ نحو نصف مليار دولار وفي مجال التبادل السياحي أعلنت مصر نهاية مارس الماضي عن إطلاق مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة الهادفة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة ومن بينها المواطنون الأطراق في إطار سعيها لزيادة معدلات الزيارة السياحية والوصول إلى 30 مليون زائر سنويا لينعكس ذلك على أرض الواقع بارتفاع عدد السياح الأطراق إلى خمسة أمثال ما كانت عليه في العام السابق وسط توقعات أن يصل عدد السياح المصريين في تركيا إلى مليون سائح في غضون خمس سنوات علاقات اقتصادية قوية لم تعصف بها أي رياح لتصبح وعن حق مرآة للواقع بأن الشعبين المصري والتركي تربطهما روابط متينة تضرب بجزورها في عمق التاريخ ترجمة نانسي قنقر